شكل القرار الإسرائيلي باعتبار ست مؤسسات فلسطينية ضمن قائمة الإرهاب تطورا خطيرا يحكس غضب إسرائيل كما تصف المستوية الشعبية والرسمية الفلسطينية قرار نعتبر وسيلة ضغط لإيقاف مؤسسات تختص بالدفاع عن الفلسطينيين كمؤسسة الحق لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرة ومركز بيسان للبحوث وكذلك مؤسسة لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان المرأة العربية بحجة أنها مؤسسات تدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحذورة من قبل إسرائيل كان هناك لديهم ما يقولوه ويثبتوه ليتفضلوا ليثبتوه ليقولوه علنا وجهارا وانهارا أتحداهم أتحدى جانس وتحدى الشاباك وتحدى كل المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية ووسط قلق أممي واستنكار فلسطيني اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتياء القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية القرار الإسرائيلي استند على تقرير الجمعية مراقب الجمعيات المعروفة بمواقفها المعادية للمنظمات الأهلية الفلسطينية وكذلك اليسارية في إسرائيل ومعلومات قيلة أنها صادرة عن جهاز الشباك يفيد بحصول تلك المؤسسات على مدار سبعة أعوام على ما يزيد على مئتي مليون يورو من جهات أوروبية إذ يرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن القرار سياسي بامتياز هدفه الحفاظ على السردية الإسرائيلية لا أكثر أنجي أومنتر هدفه الأساسي هو رصد ومتابعة كل منظمات المجتمع المدنية الفلسطينية وكمان الإسرائيلية تشتغل ضد الاحتلال بالتالي هذا الموضوع هو موضوع سياسي بأساسه له موضوع أمني ولا له علاقة بالفعل في أنه فيه اتهامات بأنه بتروح تبيض أموال جمحة شعبية وما بعرف إيش هذا كلها فقط للتغطية على أنه البعد هو بعد بالأساس متعلق بالسردية ولا شيء آخر واستطاعت المؤسسات الفلسطينية المختلفة على مدار سنوات الوصول إلى محافلة دولية وتقديم تقارير وأدلة تفضح ممارسات إسرائيل وجرائمها خاصة أمام المنظمات الدولية يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية من خلال وسمه بالإرهاب فخلال العوام الأخيرة تغير شكل الهجوم على هذه المؤسسات إلى هجوم على أفرادها وأغلاق مقارها وصولا لتشفيف مواردها المالية ضياح الشياء الغد رام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر